السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي لفصل الدراس الثاني إن شاء الله النهاردة هنكمل لسه معاكم الوحدة الثالثة التكاثر وحفظ النوع وبرضي مكملين الدرس الثاني التكاثر في الإنسان نواتج التعلم بتاعتنا النهاردة في نهاية الدرس كل واحد فيكم هيكون قادر أن يشرح تركيب الجهاز التناسلي في أنسى الإنسان وكمان يصف مراحل نمو الجنين داخل الرحم كمان كل واحد في النهاية هيتمسك بالقيم والأخلاقيات العلمية والدينية والاجتماعية يلا بنا يا شباب نبدأ يلا بسم الله احنا خدنا المرة الفاتت تركيب الجهاز التناسلي فين؟ في ذكر الإنسان هنوقض النهاردة بقى إن شاء الله تركيب الجهاز التناسلي في أنسى الإنسان طيب هل بيختلف الجهاز في الزكر عن الأنسى؟ لك آه بيختلف بيختلف حاجات كتير أهم حاجة أن الجهاز التناسلي في أنسى الإنسان مهيئ مهيئ لإيه يا ترى؟ مهيئ لإستقبال الجنين في الرحم إمتى؟ أثناء إيه؟ أثناء عملية الحمل تمام؟ يبقى ده اللي بيميز إيه الجهاز التناسلي للأنسى بتاعة الإنسان طب تعال ناخد إيه تركيب الجهاز التناسلي بيتكون من إيه؟ إيه الأعضاء بتاعته أول حاجة عندنا المبيضان تمام؟ فيه مبيض على الناحية اليمين ومبيض على الناحية الشماء كمان قناة تفلوق نفس الشيء فيه قناة على الناحية اليمين وقناة على الناحية الشماء والرحم قلنا الرحم ده أهم حاجة اللي يبقى موجود فيه إيه؟ الجنين أثناء إيه؟ أما إيه؟ أثناء الحمل كمان المهبل ده آخر عضو موجود فيه؟ في الجهاز التناسلي للأنسى تعال ندرس بالتفصيل كل عضو بيتكون من إيه وإيه وظيفته يلا بينا أول حاجة المبيضان دون موجودين فيه؟ في الجهاز التناسلي في أنسى الإنساء عبارة عن إيه؟ عبارة عن غدتين ماشي؟ كل غده منهم في حجم الليمونة صغيرة ماشي؟ طب شكلها إزاي؟ شكل الغده دي عاملة زي اللوزة المؤشرة ماشي؟ أهو هذه شكل المبيض في حجم إيه؟ في حجم الليمونة طب مكانه فين؟ مكان المبيض داخل الجسم في أسفل التجويف البطني من الجهة الظهرية وموجود في أسفل البطن كما؟ ماشي؟ إيه وظيفتهم؟ المبيضين دولة إيه وظيفتهم؟ أول حاجة إنتاج البويضات اللي هي بنسميها الأمشاج المؤنسة فاكرين الأمشاج المذكرة؟ كانت اسمها إيه؟ كانت اسمها الحيوانات المنوية كانت بتفرزها مين؟ ها؟ الخصياتين لا هنا الأمشاج المؤنسة اللي هي البويضات بتفرزها مين؟ تفرزها ها؟ المبيضين تمام الأمشاج المؤنسة دي اللي فيها إيه؟ المادة الوراثية اللي جاية من الأم تمام؟ الأنسة تمام طيب ماشي عملية انتاج البويضات دي بيسموها ايه؟ بيسموها عملية الطبيض دي بتحصل فين؟ بتحصل داخل المبيضاء تمام؟ طيب ايه وظفتها تاني المبيضاء؟ كل المبيض فيهم ايه وظفته؟ ايه فايدته؟ إفراز هرمونات الأنسة ايه هي هرمونات الأنسة؟ هرمونين اتنين أول واحد اسمه هرمون البروجسترون ايه فايدته هرمون البروجسترون دي يا ميس؟ فايدته ان هو ضروري جدا لاستمرار الحمل اه يعني لو في حمل هيفرز البروجسترون طب ما فيش حمل يبقى ما فيش هرمون البروجسترون المبيض مش هيفرزه خلاص؟ يبقى المبيض بيفرز امتى هرمون البروجسترون؟ بيفرزه امتى؟ ها؟ لما يكون في حمل علشان يستمر الحمل دهوت لازم المبيض يفرز هرمون البروجسترو فب ايه الهرمون التاني اللي بيفرزه المبيض هرمون الاستروجين ايه الاستروجين ده هو الهرمون المسؤول عن المظاهر الجنسية السنوية في الانثة تمام اللي هي بسميها مظاهر البلوغ يعني مظاهر البلوغ في الانثة من المسؤول عنها هرمون الاستروجين وما اخذنا في الزكر فاترين الهرمون الزكورة لكن مسؤول عن ما ظهر البلوغ كان اسمه ايه كان اسمه هرمون التوستستيرون برافو يا شباب تمام لكن هنا في الانسة اسمه ايه اسمه هرمون الاستروجين وملقي الهرمون اللي بيفرز اثناء الحمل بس هرمون البروجستيرون ممتازين طيب ماشي تعال ناخد بقى ايه هي مظهر البلوغ اللي بتحصل في الانسة ايه الانساء طيب اول حاجة نمو شعر الابط والعانة ثاني حاجة نعومة الصوت كمان نمو السديين كل دي اسمه مظهر البلوغ ايه عند الانسة وكمان تراكم الدهون في بعض مناطق الجسم تمام بتتكون الدهون ماشي بتتراكم في مناطق معينة واخر حاجة من مظهر البلوغ عند الانسة اللي هي الدورة الشهرية او بسميها الطمس يعني اصلا دورة شهرية او طمس تعال هناخدهم بالتفصيل المهم ان مظهر البلوغ دي كلها من الهرمون المسئول عنها اه في الانسة هرمون ايه الاستروجين نحفظ اسمه ده ضروري يا شباب تمام طيب عملية التبويض احنا قلنا بتحصل فين بتحصل داخل المبيضة ايه هي عملية التبويض عبارة عن ايه هي عملية انتاج البويضة ماشي الانتاج البويضة ده هيت هتنتج كل قد ايه كل 28 يوم من احد المبيضين بالتناوب مع المبيض الاخر يعني ايه الكلام ده ادي شكل الجهاز التناسولي عندنا في الانسة ماشي المبيض الايمن بيفرز بويضة كل 28 يوم خلصوا 28 يوم يجي المبيض الايصر يفرز ايه بويضة تاني كل 28 يوم يرجع المبيض الايمن يفرز بويضة تاني بعد ايه بعد ما يخلص 28 يوم البتوع ايه المبيض ايه التاني يبقى اذا المبيض الايمن بيفرز بويضة كل كام اه المبيض الايمن 28 يوم بتوع على 28 بتوع الايصر يبقوا ايه يبقوا 56 يوم يبقى لما يقولك المبيض الايمن بيشتغل كل كام ام او بيفرز بويضة كل قد ايه كل 56 يوم لكن او ممكن يقولك نفس شيء المبيض الايصر بيفرز بويضة كل قد ايه كل برضي 56 يوم ماشي؟ لكن لما نقول المبيض الأيمن بالتناوب مع المبيض الأيسر ماشي؟ هنقول كل 28 يوم يعني 28 المبيض الأيمن و28 المبيض الأيسر لكن لو قالت المبيض الأيمن بس ومقلش الأيسر يبقى المبيض الأيمن بيشتغل كل 56 يوم والمبيض الأيسر بس ومقلش الأيمن برضي المبيض الأيسر بيشتغل كل 56 يوم عشان السؤال ده بلغبة يا شباك ماشي ممكن يجي لك كل اختيارات المبيض الايمن بيفرز البوايدة كل 28 يوم ولا 56 يوم ولا 30 يوم معظم الناس تجري وتورف تختار بسرعة كل 28 يوم لا 28 يوم بالتناوب مع المبيض الاخر لكن لو قالك المبيض الايمن بس محددش المبيض الاخر يبقى ايه يبقى كل 56 يوم هجمع 28 زي يبقى 56 يوم بعرفنا عملية التبويد ايه هي بقى الدورة الشهرية الدورة الشهرية هي بتتكرر كل 28 يوم ايه يعني ايه بتتكرر لما تتكون ايه عملية التبويد تتكون البوايدة ماشي ايه البوايدة لانه خلاص البوايدة تكونت ودخلت وكونت الجنين ماشي؟ مدام في جنين خلص مش هتبقى فيه دورة شهرية تمام؟ يبقى الدورة الشهرية بتتكرر كل 28 يوم طالما لقيه لم يحدث حمل طيب ماشي طب بتبدأ من سن قد إيه الدورة الشهرية؟ بتبدأ من سن 11 سنة إلى 14 سنة يعني ممكن بنات تجي لها الدورة 11 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة تمام؟ اختلف من بنت للتاني طب بتنتهي الدورة الشهرية إمتى عند سن قد إيه؟ بتنتهي من سن 45 إلى 55 سنة يعني ممكن سيدات الدورة الشهرية عندها تنتهي عند سن 45 سنة ممكن عند 50 سنة ممكن واحدة تانية عند سن 55 سنة طب يعني إيه أصلاً إن هي تنتهي الدورة الشهرية؟ يعني إيه مش فاهم يعني؟ يعني إنها يتوقف المبيض عن إنتاج البويضات خلاص عند سن 45 سنة إلى 55 سنة مش هينتج بويضات تانية خلاص؟ ده اسمه إيه؟ ده اللي بيسموه سن الياس تمام؟ طيب ماشي فعالوا ناخد الوضو التاني في الجهاز التناسلي اللي هي قناة تافالوب من إسمها قناتين قناة على اليمين وقناة على الشماء عبارة عن إيه؟ عبارة عن القناة الوحدة دي عبارة عن إيه؟ قناة عضلية مبطنة هادي شكل القناة العضلية مبطنة من الداخل بإيه؟ بأهداب فيها أهداب ماشي؟ طب بتبدأ فين؟ بتبدأ هنا في المنطقة دي ها؟ بفتحة قمعية زات زوائد أصبعية الفتحة بتاعتها عاملة زي الأمع شايفين؟ وليها إيه؟ زوائد أصبعية شبه إيه؟ الصوابع يعني طب تمام؟ بتبقى فين الفتحة دي؟ بتبقى بالقرب من المبيض أهداب المبيض تبقى قريبة منه وبتنتهي فين بقى قناة فلوب أهداب ماشية 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 بتنتهي في الركن العلوي بتاع مين؟ بتاع الرحم هو ده الرحم ده تمام؟ زيها النحية التانية قناة فلوب تاني ولها فتحة قمعية ولها زوائد أصبعية بتبقى قريبة من المبيض التاني وبتنتهي من فوق بإيه؟ بتنتهي من فوق عند الركن العلوي المين؟ للرحم تمام؟ طب ايه فايدتها قناة فلوب؟ ربنا خلقها ليه؟ قال لك وظيفتها التقاط البويضات آه جاية من فين البويضات؟ جاية من المبيض آه البويضة نضجت وكبرت هتلتقتها مين؟ الزوائد الأصبعية بتاعت مين؟ بتاعت؟ ها؟ بتاعة قناة فلوب ماشي؟ لما هتلتقتها هتروح تبدأ تمشي بقى فين؟ في قناة فلوب وبعدين هتدفع البويضة باتجاه الرحم آه هتدفعها وتخليها تمشي نحية ايه؟ نحية الرحم هتخليها تمشي ازاي؟ عن طريق انقباض وانبساط ايه؟ العضلات بتاعت جدار قناة فلوب آه العضلات دي هتنقبض وتنبسط عشان تحرك مين؟ البويضة بعد ما جات من المبيض تتحرك بقناة فلوب نحية مين؟ نحية الرحم تمام؟ يبماش تعال ناخد بقى الرحم آه ده اهم عضو في الجهاز التناسلي في الانسة شكله ايه الرحم ده؟ العضو ده شكله اجوف آه مجوف من جوه يعني مجوف يعني فاضي من جوه ماشي؟ وشكله كميسري الشكل عمل زي الكوميترا اهو شكله فعلا عمل زي ايه؟ الكوميترا طيب والجدار بتاعه من بره ده شايفينه؟ تتكون من عضلات ماشي؟ ايه فايدته؟ هذا علشان يتمدد ويكبر لما يكون في جنين طبعا الجنين صغير هيلقى لسه الرحم صغير طيب الجنين كبر اه هتمدد الجدار بتاع الرحم علشان ايه ايه ينمو الجنين من جوه طيب جدار الرحم ده اللي هو الجدار العضلي جوه من جوه اهو الاحمر ده جوه ايه غشاء مخاطي الغشاء المخاطي ده غني بالشعيرات الدموية مليان شعيرات دموية الشعيرات الدموية ده هيت هتتحد وتكون ايه؟ تكون المشيمة امتى؟ لما يتكون حمل عند حدوث الحمل وصحت الحمل تتكون المشيمة هتيجي المشيمة من فين؟ من الشعيرات الدموية اللي جاية من الغشاء المخاطي المبطن للرحم كمام طيب يوجد دخل تجويف العظام بتاعة الحوض ما بين المسانة والمستقيم يعني فين مكانه الرحم دوت بين العظام بتاعة الحوض والمسانة والمستقيم يعني أسفل التجويف البطني كمام لمين للأنسة طيب عرفنا مكانه ايه فيديته ربنا خلقوا ليه الرحم وزفت الرحم استضفت الجنين وحمايته ايه فترة الحمل كلها حتى ايه حتى ما عاد ميلاده كمان ماشي دي عرفينها ايه تاني كمان تغذية الجنين أثناء فترة الحمل اه الجنين قعد جوه الرحم كم مش عايز يأكل ويتغزة كم هيأكل منين ويتغزة منين لا هو مش هيأكل ببقه كمال هيتغزة ازاي هيتغزة عن طريق الحبل السري بتاعه اللي متصل بمين متصل بالمشيمة ايوة المشيمة ده هيت اللي هي بتتكون أثناء الحمل بس طيب بتتكون من فين لسه اللي قيلينها من الشعيرات الدموية اللي موجودة فين اللي موجودة في الغشاء المخاطي المبطن للرحم تمام يبقى كده عرفنا فايدة ايه فايدة الرحم يبقى نقول سبحان الله ان هو خلق الانسان في احسن صورة واحسن تقويم وكمان مخلة ايه الخلايا كلها تعمل في انسجام مع بعض اه دون ما الانسان يتدخل فيه يعني الانسان لا بيقول ليش المشي ما اتكوني امتى ولا ما تتكونيش ولا بيقول للدم آآ غزي الطفل او ما تغزهوش او غزي الام لا 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 الانسان مش بيتحكم في اي حاجة ربنا هو لمخل الخلايا كلها تعمل فيه انسجام ومسيطر عليها تماما يبقى نقول هنا ايه سبحان الله الخالق المصور خلق الانسان في احسن تصوير واحسن تقويم واحسن صورة تمام تبدينا سؤال يا ميس سؤال علل بيقولك ليه يبطن الرحم بغشاء مخاطي غني بالشعيرات الدموية ليه يا ترى الاجابة لتكوين المشي ما التي تقوم بتغزية الجنين ايوه مش احنا لسه اللاقلين ان الغشاء المخاطي داية مواليان شعيرات دموية بيكون منه المشي ما اثناء الحمل ايه بس ليه عشان المشي ما دهيت هتتصل بمين بالحبل السري اللي هتدخل الغزاء لمين لبجانين تمام كده عرفت ان انتو فهمين ماشي تعال نكمل وناخد اخر عضوة في الجهاز التناسلي في انسى الانسان اللي هو المحبل المحبل ده عبارة عن انبوب عضلي من العضلات ايه فايدته له القدرة على التمدد اه بيجبر ويتمدد امتا عند الولادة اهوه اهوه ادي فاكل المهبل اهوه متصل بمين متصل بالرحم بيتمدد المهبل ده امتا اه عند الولادة اه اول ما يخرج الجنين من الرحم اه هيمشي في المهبل طيب المهبل يمس ده دا ديق عنبوبة ديق اه ما هو ربنا خلاه ان هو فيه امكانية فيه في الخلاة بتاعته ان هي تتمدد امتا عند الولادة بيبدأ من فين بيبدأ من عنق الرحم اهو وينتهي في الاخر بالفتحة التناسلية اللي بيخرج منها البابي اسناء الولادة طيب ايه وظفته وظفته بيعمل على ايه بيعمل على التمدد الخلاة بتاعته بتتمدد ايه عند الولادة تستلى ايلنها طيب ماشي ليه عشان يخرج المولود طيب بقى ناخد تركيب البويضة في الانسان مش تستلى ايلننا مثل ان البويضة او البويضات دهيت بيينتجها مين بيينتجها المبيضان كمام والبويضة دهيت هي الايه بتعتبر الامشاج المؤنسة طيب بقى اشرحينا البويضة من جوه شكلها ايه خلاص اول حاجة البويضة زي ما احنا شايفين في الصورة قدامكم البويضة بتحتوي على النواق اها شايفين دي كلها النواق النواق دي بتحتوي على نصف المادة الوراثية كام يعني يعني بتساوي بتحتوي داخلها على تلاتة وعشرين كروموسوم ايه الكروموسوم ده؟ دي اللي هي الجينات اه اللي جاية من الام تمام يعني بتحتوي على كام يامسة تاني المعلومة دي مهمة المادة الوراثية الموجودة جوه البويضة كام كروموسوم تلاتة وعشرين كروموسوم موجودين فين؟ موجودين جوه النواق بتاعة البويضة طيب ماشي البويضة فيها ايه تاني غير النواق فيها السيتوبلازم ايه السيتوبلازم ده؟ اه ده هو السائل اللي بيخيط بالنواق حوالين النواق ده طب ايه فايدته السيتوبلازم ده؟ ده بيحتوي على غزاء مخزون بيخيط به غشاء بلازم من بره اهو ده غشاء يبقى اذا كده ان السيتوبلازم ربنا خلقوا ليه بيحيط بالنواق جوه البويضة علشان يخزن فيه غزاء الغزاء ده مين هيستخدمه؟ نعرفها كمان شوية ماشي يا شباب وقلنا يحيط به السيتوبلازم ده غشاء اهو خفيف خالص اسمه غشاء ايه؟ الغشاء البلازمي اهو غشاء البلازمي تمام؟ اخر حاجة فيه غلاف ايه؟ غلاف حيوي ده اللي هو من بره تمام؟ الغلاف ده غلاف متماسك اه؟ بيغلف الخلية من الخارج يبقى اذا كده الخلية بتاعت البويضة فيها كام غلاف او كام غشاء فيها اتنين غلاف خلوي وفيها اهو غشاء بلازمي وهنعرف فايدتهم ايه بردي؟ كمان شوية ماشي كده عرفنا تركيب ايه؟ البويضة ماشي سؤال اعلل ليه البويضة كبيرة الحجم نسبيا ليه شكلها كبير وحجمها كبير كده؟ ليه يا ترى؟ ليه ربنا خلقها حجمها كبير نسبيا يعني مش كبير اوي يعني نسبيا بسبب ما تتداخله من مواد غذائية؟ اه بسبب الغذاء المخزون جوه مين؟ جوه السيتو بلازمي فعشان كده حجمها ايه؟ حجمها كبير طب تعال بقى نشرح تركيب الحيوان المنوي اللي اخدنا المرة اللي فاتت في الجهاز التناسولي في ذكر الانسان تقولنا الحيوان المنوي ده هو ايه؟ المشيج المذكر اللي بينتجه الجهاز التناسولي في ذكر الانسان؟ طيب احنا عايزين نعرف بقى تركيبه ايه وشكله ايه؟ بس يا سيتو اول حاجة الحيوان المنوي بيتكون من الرأس اه دي شكل اهو الرأس الرأس دي جوها النواة بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على نصف المادة الوراثية يعني هد ايه؟ يعني بردي 23 كورومسون زي ايه؟ زي النواة بتاعت البوايضة البوايضة بردي بتحتوي على نصف المادة الوراثية يعني كان 23 كورومسون بردي كمان بيحتوي الحيوان المنوي على القطعة الوسطى هي المنطقة دي دي اسمها القطعة الوسطى ايه فايدتها القطعة الوسطى ده بتحتوي جواها شايفين المن جوة دي تحتوي على الميتوكوندريا ايه الميتوكوندريا دي يا شباب الميتوكوندريا دي فايدتها توليد الطاقة ده يعتبر المصنع اللي بتتولد فيه الطاقة طب ايه فايدتها الطاقة دي عايزينها في ايه هي دي الطاقة دي اللي بتساعد الحوان المنوي على الحركة هو بيتحرك مين اللي هيخليه يتحرك الطاقة اللي جايه من فين من الميتوكوندريا الميتوكوندريا دي ما كانها فين في القطعة الوسطى تمام طب ايه تاني بيتكون من الزيل شايفين ادي الزيل بتاعه ها طويل ورفيع طب ليه فايدتها ايه فايدتها ان هو طويل ورفيع ليه عشان الزيل دهوت هو المسؤول عن حركة الحيوان المنوي هو اللي بيحركه ماشي الرأس مش تقدر تتحرك لوحدها ولا القطعة الوسطى مش تقدر تتحرك مين اللي بيحركه مززيل طب ليه هيتحرك اصلا الحيوان المنوي عشان يوصل للبويضة اللي هي المشيد المؤنس اللي بتحتوي علىها تنصف المادة الوراسية 23 كرمسو تمام طيب ماشي تعالوا نشوف خطوات ايه عملية الاخصاب يعني الحيوان المنوي اللي بيتحرك دهوت ويحتوي على نصف المادة الوراسية عاوز يروح لمين للبويضة اللي فيها باردي نصف المادة الوراسية 23 كرمسو طيب عشان يروح لها دي بسميها عملية الاخصاب بتحصل ازاي عملية الاخصاب اول حاجة بتنتج الانسة بويضة واحدة بتطلع من فين البويضة من المبيض صح؟ البويضة دي بتكون ناضجة امتى؟ في اليوم الرابع عشر من بدء ايه مين؟ من بدء الطمس يعني بقى في اليوم الرابع عشر من بداية الدورة الشهرية احنا مش قلنا الدورة الشهرية 28 يوم اه؟ في اليوم الرابع عشر بقى بتنضج البويضة ويبقى حجمها خلاص كبر وايه؟ واكتمل نموها اول ما بتنضج البويضة في اليوم الرابع عشر خلاص اثناء عملية التزاوج بيفرز الزكر بتاع الانسان بيفرز ايه؟ اعداد هائلة كميات كبيرة من ايه؟ من الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية دي هتنتقل من المهبل تروح لفين؟ للرحم وبعد كده من الرحم اه؟ فيه اهداب من جوة هتزقها توصل لمين؟ توصل لقناة فلوب برضي قناة فلوب فيها ايه؟ فيها اهداب هتروح ايه؟ تزقها لحد ما توصل فين؟ الحيوانات المنوية لحد ما تهاجم الحيوانات المنوية البويضة احنا مش قلنا البويضة بقندق في اليوم الرابع عشر تطلع من المبيض تمسكها مين الزوائد الأصبعية بتاعت مين بتاعت قناة فلوب وفيها أهداف قناة فلوب تزق البويضة داخل قناة فلوب أول ما هتدخل قناة فلوب في بداية قناة فلوب تقابل مين تقابل الحيوانات المنوية اللي جاية لها تمام ماشي طيب هيتقابله ليه يعني عشان تحصل عملية الإخصاب طب يعني أصلا إخصاب الإخصاب ده عملية اندماج النواة بتاعت الحيوان المنوي اللي فيها نصف المادة الوراثية لهم 23 كرموسوم هتندمج مع مين مع النواة بتاعت البويضة اللي فيها برضى نصف المادة الوراثية برضى 23 كرموسوم طب ليه هيندمجوا مع بعض علشان يتونوا ايه الزيجوت الزيجوت ده أول خلية في مين في الجنين في البيب الصغير الزيجوت دي بسميها لها اسم تاني اسمه اللاقحة يبقى اللاقحة هي هي الزيجوت ودي بتتكون من ايه بتتكون من مادة الوراثية كلها مش نصها ليه كلها؟ لان هي بتتكون من نصف المادة الوراثية بتاعت الحيوان المنوي اللي هي 23 كرموسوم زائد نصف المادة الوراثية بتاعت البويضة دي مع دي هيتحدوا مع بعض ويندمجوا مع بعض ويتكون لي ها المادة الوراثية كاملة فين؟ في الزيجوت أو اللاقحة اللي هي اول خلية بتتكون في مين في جسم الجنين؟ ماشي؟ طيب تحل نشوف بقى اول ما الحيوانات المنوية تبدأ تهاجم البويضة في بداية قناة فلوب ايه اللي هيحصل؟ اهو بص معايا يا شباب ادي اهو الحيوانات المنوية كتير اعداد هائلة راحوا وقابلوا مين؟ قابلوا البويضة في قناة فلوب ادي حجم البويضة كبير خدنات تكون من النواود السيتوبلاز والشياء المخاطئ ومن برا ايه؟ الغلاف الحيوي تمام اول ما هتقابلها وتحاول تهجم عليها هتبدأ الحيوانات المنوية زي ما احنا شايفين هنا هون بتفرز من الرأس بتاع الحيوان المنوي تفرز انزيمات اه يعني ايه انزيمات يا ماشي؟ يعني مواد كميائية الرأس هتفرز مواد كميائية طب ليه؟ ليه المواد الكميائية او الانزيمات ده ايه فايدتها؟ علشان تبدأ تفكك الغلاف الخلوي اه شايفين فعلا اهو الغلاف الخلوي الخلايا بتاعته تبتدت تتفكك من برا والحيوانات المنوية بتهاجم عايزة تدخل جوه البويضة ماشي؟ طيب هل هتدخل الحيوانات من منوية كلها؟ قالت لا الحيوان منوية واحد بس هو اللي هيستطيع يخترق الغشاء المخاطي بعد ما خلاص هم ايه بالانزيمات بتاعتهم تسروا الغلاف الخلوي ايه ده اللي من برا هيقبلهم الغشاء المخاطي الغشاء المخاطي ده مش هيدخل إلا حيوان منوي واحد بس ماشي؟ فعلا اهو حيوان منوي اهو قد الرأس بتاعته دخلت وخلاص ازاي اللي مش هيدخل رأس بتاعته دخلت حيوان منوي واحد ورحت البويضة عملت ايه رحت بعد ما دخلت الرأس بتاعت الحيوان المنوي ابتدت البويضة تحيط نفسها بغلاف من برا تاني الغلاف ده ايه فايدته؟ عشان يمنع بقى الحيوانات المنوية ان هي ايه تدخل جوه البويضة مهما تفرز اي انزيمات خلاص الغلاف اللي بتكونه البويضة بعد دخول الرأس بتاعت الحيوان المنوي واحد بس تاب يبقى قوي جدا مش بيقدر اه يخلي ولا حيوان منوي تاني يقدر ايه يدخل جوه البويضة تمام؟ اول ما دخلت الرأس بتاعت الحيوان المنوي جوه البويضة عند السيتوبلازم هتلاقي جوه ايه نصف المادة الوراثية 23 كرموسوم هتتجه ناحية مين؟ النواة بتاعت البويضة اللي فيها ايه؟ فيها برضي نصف المادة الوراثية 23 ايه كرموسوم هيندمجوا مع بعض لما يندجوا مع بعض تتكون ايه؟ تتكون ازاي جوت كده؟ شفنا عملية الاخصاب اتكونت ازاي؟ تمام؟ فعلا هادي ازاي جوت اهو اتكون من اتحاد النواة بتاعت الحيوان المنوي مع النواة بتاعت البويضة اولولي ازاي جوت اللي هو اول خلية ايه؟ في الجنين الجديد كده يبقى حصل حمل ففترة الحمل دي اد ايه؟ في الانسان. فترة الحمل هي الفترة الزمنية ما بين عملية الإخصاب اللي هي عملية الإخصاب اللي بتكون فيها الزيجوت اللي هي أول خلية وعملية الولادة اللي هي اليوم اللي البيب هيخرج فيه من المهبل إلى الخارج طب دي أحد مدتها قد إيه حوالي تسعة أشهر بخلال التسعة أشهر دول الزيجوت أول خلية أو اللقاحة بسميها بتكون في بداية قناة فالوف الأهداف بتحركها وتتجه ناحية ناحية الرحم في اليوم الأول تروح خلية تبدأ تنقسم خليتين اليوم الثاني تنقسم تنقسم ثانية تديني أربع خلايا في نهاية الأسبوع انقسمت كذا انقسام وتكونت مجموعة من الخلايا في الرحم تكونت مجموعة من الانقسامات تكونت بداية الجنين وهكذا خلال التسعة أشهر الجنين يبدأ الخلايا بتاعته تنقسم علشان تكون لي الجهاز العصبي بتاع الجنين والجهاز الهضمي والجهاز الدوري الخلايا بتاعته تبدأ تنقسم وتكون الأجهزة بتاعة الجسم تمام لحد ما يكتمل نمو الجنين بالكامل في نهاية الشهر التاسع هنا تحصل تحصل عملية الولادة ويخرج الجنين من رحم الأم طيب ادينا سؤال يا مس سؤال ما النتائج المترتبة على انسداد انسداد قناة فلوب أو ربطه ماجنة جراحية قناة فلوب اللي بتبتدي قريبة من المبيض وبتنتهي فين في الجزء العلوي من الرحم لو القناتين دولة أو قناة واحدة منهم تسد او عملنا فيها عملية يبقى دي تعتبر ايه وسيلة من وسائل ايه منع الحمل تمامي شباب ماشي يا مس كده يبقى خلصنا درس التكسر في الانسان بكرا لكم كانت معكم مسناهل عرابي ابراهيم مع تمنياتنا بالتوفيق